أعود شيخي إلى الدروس المستفادة من غزوة بدر ونحن في ذكراها منع الدعم الإلهي من الله جل وعلا بالملائكة عندما نزلوا يقاتلون مع رسول الهدى وأصحابه ودور الدعاء أيضا في تلك المعركة في تحقيق النصر جانبين مهمة الدعم الإلهي والاستغاثة الدائمة بالله جل وعلا ربط القلب بالله عز وجل مما يحقق النصر حتى لو انكسر الإنسان وعدم ولم يدرك ما يريد فالله تعالى يقول وإما نري أنك بعض الذين أعدهم أو نتوفي أنك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إما أن يرى ما وعد به من النصر وإما أن يتوفى قبل ذلك فالله تعالى بالغ أمره جل وعلا وقاض حكمه لا رد لما قضى شاء الناس أو أبوا تم ذلك على عين النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يتم ليس لك من الأمر شيء الأمر كله لله جل وعلا فالمطلوب من المؤمن أن يعلق قلبه بالله عز وجل وأن يعرف أنه إنما ينصر بلجأه إلى الله عز وجل واعتصامه به وإظهار الفقر والمسكن له الصحابة لم يكونوا في قوة وكثرة ومنع أكثر منهم في حنين ومع ذلك لم يكن هناك النصر في بل حصل من الإصابة والانكسار في أول الأمر ما فرق هذا الجمع عجبتهم كثرتهم ففرق الله هذا الجمع وكان النصر على عدد قليل من الصحابة رضي الله عنه السبب هو أن الإنسان إذا اعتمد على نفسه خذل وإذا رد الأمر إلى قوته وحوله لم يكن له نصر ولا توفيق إنما النصر من عند الله فالنصر من عند الله يأتي به من يشاء ويمنحه من يشاء ومن أعظم ما يستنزل به النصر اللجأ إلى الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما في الصحيح من حديث سعد رضي الله عنه إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم فالنصر الحقيقي إنما يحصل باللجأ إلى الله عز وجل والاعتماد عليه فمن من صدق في إقباله على الله انتصر وفاز بمطلوبه وأول المطالب هو غلبته على هواه نفسه واداؤه حق ربه فيما يتعلق به هذا الدعاء الجانب الأول فيما يتعلق بعون الله عز وجل عون متوفيق لله الله تعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقول ما شاء تكفر الله عن النصر للمؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين لكن الشان في ماذا؟ في أن نحقق وصف النصر الله لم يقول وكان حقا على نصر الناس إنما نصر المؤمنين فكل من كان ألصق بوصف الإيمان كان له من النصر بقدر ما معاه الله فلا كامل النصر بقدر ما معك من الإيمان والنصر هنا ليس فقط النصر على النفس النصر على الشيطان وهو أكبر وعدو مرصد النصر على الأعداء النصر على المتربصين النصر على الخصوم الظاهرين والمستترين هو بكل معانيه فالنصر يكون من الله عز وجل الله تعالى آتى محمدا صلى الله عليه وسلم من القدرة أن نصر مسيرة شهر بالرعب مسيرة شهر بما يقذفه الله في قلوب أعدائه وهذا مشاهد الآن هذه الأمة على كثرة ما فيها من تخلف على كثرة ما فيها من ضعف من تفرق من نزاع يعني أنت لما تلتفت في الدنيا كلها وين المشاكل؟ كلها في العالم الإسلامي كلها في العالم الإسلامي في العالم العربي على وجه الخصوص المشاكل هنا في إما عند المسلمين وإما عند العرب وإن تعدتهم راحة المسلمين المسلمين العرب أو المسلمين يعني أهل الإسلام عربهم وغير عربهم هذه المشاكل التي تحيط بالأمة ما وزنها في إضعاف الأمة بمعنى هل ذهب بريق هذا الدين هل انفضى الناس عنه أقوى دين انتشارا في العالم هو الإسلام وهذا التخوف من الدنيا كلها من هذا الدين واضح يعني قد لا يستطيعون أن يقولون نحن نحارب الإسلام لأنه سيستثرون ويخرجون عن ما يزعمونه من حرية وما إلى ذلك فيأتون بألقاب وإرهاب عنف ما إلى ذلك من العنوين التي هي ستار للحرب على الإسلام طبعا نحن لا نقول أنه ليس هناك إرهاب يجب أن يحارب لا أنا بالتأكيد هناك إرهاب يجب أن يحارب وأن يقوم أهله لكن الكلام على أنه هناك هجمة ما يشك أحد أنه هذه البقعة من العالم مستهدفة من جهات عديدة لما فيها من كنوز لما فيها من خيرات لما تتميز به من تميز عن العالم كله يعني لم يبقى شيء متميز في هذه الدنيا إلا هذه الأمة التي تميزت بموروثها وما معها وإلا يرحم الله حالها من حيث التمسك والعمل بما فيها أمين اشتركوا في القناة